مهم جداً مهم جداً العلاقة بين النجم أو نجوم الفرقة مع أوكبات الفرقة مع المدير الفني تبقى على أحسن حال طبعاً ليه؟ لأن ده ينعكس على كابتن جوهري كان بيجيب النجوم الكبار وهم 30 لعيد بس النجوم مش 30 لعيد شيئنا أباينها في الدنيا فالمجموعة اللي هم المجموعة اللي تبتوا على الفرقة كان كابتن جوهري الله يرحمه كان يعود معنا مرة من المرات كان يبقى سين وصاد وعين في معسكرات سين وصاد وعين ده يتضم لهم لام ودال يتكلم معهم يفتح معهم مواضيع يشرح لهم وجهة نظره اللي احنا عاوزينه كابتن جوهري كان مخصص كابتن تيم كان بيحط في إيده سلطات بيخرج من عنده سلطات بتاعته هو بيديها الكابتن تيم عشان يشتغل بيها مع الفرقة ليه؟ عشان ده هينعكس على التيم جوه الملعب المدارب ما بيلعبش جوه الملعب المدارب بيدير من بره لما لازم يكون ليه ممثل جوه الملعب فالممثل ده لازم يبقى الراجل الكابتن بتاعتين بتاعك ده هو اللازم وهنا العلاقة انا ما كانش عندي فيها اي نوع من النوع الشك ان العلاقة دي هتبقى مموضة حوالين بس الاتنين كان بس هو ما هو انت عايز تبقى في مشكلة ما بينهم فاروق السوشيال ميديا والميديا مش هتعرف تشتغل والدنيا سهلة هتطلع الاخبار مش لازم تكون فيه ملح وفلفل وشبطة وكمون عشان يطلع للطعم عامل اللي بتعرف ازاي بقى هي كده طيب هنتلعفاسه وارجع بقى اتكلم على كابتو حسام حسن واختياراته الحقيقة واخد رأيكم وهل كان فيه ممكن لعيبة ممكن بقى مدام احنا من الكلام من المطشينة وتحصيل حاصل ولكن احنا برضو بنأكد ان الراكينج الخاص بالتصنيف مهم جدا انت تكسب او النتيجة برضو ما تبقاش فيها مشكلة بالنسبة لك